لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بل ان هناك من يتحدث بانه على سر عظم بل هناك من يروج ان المخابرات الفرنسية عجزت ان الجزائر المخابرات الجزائرية استطعت ان تهزم الاجهزة العالمية في مرض الرئيس على الله العظيم انتم تستخفون بعقولكم مش بعقول الناس انتم تضحكون على انفسكم وليس على الناس اي سر هذا الرئيس راهي عندهم كل المعطيات الرئيس مشوا اديتوا ملفوا الطب باش يدير تحاليل او اديتوا لهم كل الالمانيا معناها راهي اوروبا كل عارفة فقط تجيوا تضحكوا على الجزائريين تستغلوا عواطفهم بل انه يتحدثوا انها الرئيس راهي مؤامر لانه وقف على التطبيع اي وقفة مع التطبيع اي وقفة ضد التطبيع اللي وقفها ما هو الاختر التطبيع او الاعتراف الجزائر تعترف باسرائيل والرئيس لو ترجعوا الى خطاباته قال دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في حدود السبعة وستين معناها حل الدولتين معناها الشرعية الدولية هذه الشرعية الدولية معناها معترفة اسرائيل تبقى قضية العلاقات هذه ما هيش حاجة كبيرة تدير علاقات ولا ما تدير قضية تخضع الى المصالح المسألة مسألة الاعتراف انت اعترفت بوجود كيان في عمق العالم العربي وماخذ جزء كبير من الاراضي الفلسطينية وصنع هذا الكيان هذا هو الاختر انت تعترف عنش جي تلعب وتعبث على مشاعر العوام من الناس اللي تأخذهم عواطفهم بهذه الطريقة وتجي تقول بانني اساند قضية الصحراء الغربية وانتصر لها نعم لماذا؟ لانه قضية تقرير الشعوب لمصيرها لماذا لم نشاهد الجزائر تتخذ مواقف مع شعوب اخرى؟ لماذا الجزائر لم تدن يوما التدخل الايراني في سوريا؟ بل انها وقفت مع النظام السوري قد تقولون ان ذلك حدث في عهد بوتفلقة لا بل ان وزير الخارجية بوقدوم زار السفارة سفارة بشار الاسد في الجزائر وأمضى هناك وعزاهم في وفاة ولد المعلم وزير خارجية الاسد وقال بان الجزائر تقف مع سوريا وطبعا هو يقصد من تداول لها ذلك؟ تداوله الاعلام الايراني لماذا لم تكن مع الشعب السوري ايضا في تقرير مصير؟ شعب السوري تقول انك تقف ضد التدخلات الخارجية ألم تتدخل ايران في سوريا؟ ألم تتدخل شبكات حزب الله تدخل بالمقاتلين وهو ليس دولة ولا هو جيش رسمي تابع للدولة انه تدخل بناء على قوانين وقرارات لهذه الدولة بل تدخل باوامر من خاميناك ارسل مقاتلين انتبعين للحزب وذبح السوريين لماذا الجزائر لم نسمعها يوما تصدر ايدانة واحدة لتدخل حزب الله بل ان الجزائر رافضت بل ان الجزائر رافضت ادراج حزب الله في قائمة الارهاب على الاقل نكون متوازن لم نسمع يوما ان الجزائر قدمت ايدانة للتدخل الايراني في اليمن حرص الثور موجود مع الحرص مع الحوثيين الحرص الثوري هم اللي يطلقوا في سواريخهم لماذا لم نسمع الجزائر هكذا يعني القاضية فقط تتعلق الا بالشعب الصحراوي الذي طبعا لا نطعن في قضيته من حق تقرير مصيره هكذا قالت الشرعية الدولية للأسف الشديد يتعاملون مع الشرعية الدولية بموازين مختلفة الشرعية الدولية ايضا تقول تنتصر للشعوب الشرعية الدولية ايضا تقول لا للتعذيب الشرعية الدولية ايضا هناك جرائم ترتكب في الجزائر جرمتها الشرعية الدولية اذا دعونا من الكيل بمكيلين بهذه الطريقة ما هكذا تبنى الدول ما هكذا تصنع الامم او تصنع الامة مكانة لنفسها بين الامم ما هذه الطريقة اذا تعامل اذا كان انتم كل متردية ونطيحة تبدوها من فرنسا القوانين في الجزائر كلها من فرنسا الدستور اللي داره لكم العرابة داره لكم عزفه لكم على انغام فرنسية دستور طاع فرنسا كل شي تدو من فرنسا لكن كيف تتعاملون مع الشعب علاش ما تتعلموش من فرنسا كيفاش تعامل شعبها علاش الرئيس او الرئاسة ما تتعلمش من الانيزي كيف يتعامل مع شعبه حتى يجي بعض يقول لك هاو ماكرون اظهر لك من تويتر من تويتر الرئيس راهو اقطع خلاص تواصله اراد ان يكون تواصل شخصي كشخص ما قالهم هذا خطاب للامة ولا شي عادي بلباس عادي جالس في المكان انتاعه يتحدث الى شعبه يوافيهم وشيدير هذا هو ليت الرئيس ما قال شريق الروح واكذا وجلس وجه خطاب للامة احنا قاعد يطمئن فيهم على صحته ويوميا راح يتحدث لهم على حسابه في تويتر اللي يشاهدوا فيه الملايين احنا لما انتقدنا طريقة اللي يظهر بها الرئيس كنا ننتقد لان لدينا معطيات بان الرئيس سجل فيديو ورفضوه واضطر انه يلجأ الى هذه الطريقة ماذا انا قلت لكم في ذلك الوقت لو كان الرئيس من البداية وصل الى المانيا صاح راح راح في غيبوبة واكدها هو بنفسه كما تعلمون منذ ما يقلب شهرين وخدته الى الخارج على جناح السرعة تم نقله على جناح السرعة معنى هالسلطة كانت تكذب كي تقول بأنه لاجراء فحوسات معمق لا نقلته في غيبوبة لانه العطباء قالوا اذا لم ينقل الى المانيا يموت ما عند الناس ما نديروله وخافوا يتحملوا مسئولية في القضية تتعلق برئيس اذا ازربوا الدوه الى المانيا بديتوا تطلعوا من هنا ومن هنا ومن هنا حتى وفقتلكم الى المانيا اذا المشكلة هنا ما يكون الرئيس الفطرة معلي شهر وراح في غيبوبة ما يقدرش يظهر لو كان هناك قلته درته بيان هارلي اصيب الرئيس قلته الرئيس راه اصيب فيروس كورونا الرئيس الان راه يجب ان يكون في عزل صحي بعد كي يجد الرئيس راه يحادث التطورات من الضرورة انه ينقل الى عين نعجة بعد كي وصلتوا الى عين نعجة انه هناك تداعيات اخرى الرئيس انه يضطر انه يلقل الى المانيا بعد في المانيا الرئيس الان راه فيه باجهزة تنفس الصناعي عنده عنده اشكالية في الصدر وهذه طبيعي نعرفه هم دخلوا وداروا اجهزة تنفس الصناعي وخرجوا رهم لبس عليهم بعد الرئيس كي يتعافى ما عليش كون يجي ما يديرش خطاب للامة ما يدير كلمة كيمة الطريقة تاع ماكرون كأنه يحدث المتابعين اهلا وسهلا بكم ايو الجزائريون الان راني هاوش سرالي والان راني هذا هو وضع الساحي وهذه التطورات وقضية العمل ان هالرئاسة راه تقوم بما يجب ان يكونوا كذا وكذا وتحكي ماذا ماكرون احكيها لهم الرئيس الاشدار وكيفاش تصلوا بالناس اللي احدث معهم الاحتكاك والتواصل وكذا وكذا واضح انتو ما تغيبوش قريب شهرين ما علي حتى اخبر من خمس طعش اكتوبر اخر ظهور الى ثلتاش ديسمبر اظهر في خطاب بعد ما ما حبوش يبثلو الخطاب بتاعوا اللي بعثوا الجزائري لانه كان هناك مخطط لانه ما كانش ثقافة الدولة في التعامل مع مثل هذه الاحداث هناك طريقة عصابات كل عصابة تريد ان تسقط الاخرى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله